صديق الخير فالك الخير أنا أعرف أصحاب القصة هذه كان فيه شاب وهذا الشاب معروف ببره بأمه وكان شاب فقير ما كان شاب غني يوم من الأيام يقص للشاب هذا نفس القصة يقول يوم من الأيام دخلت على أمي ولقيتها ضايقا صادرها كنت وشفت يوم مع اسم أخلاف قالت والله يا ولدي إني مستحة أمك لكن هذه فاتورة الكهرب خمسمائة ريال والله ما عندي أحد يسددها والمشكلة أنه فيه انذار فصل وخافي فصل على الكهرب الولد يقول يقول والله ما أملك من الدنيا إلا خمسمائة ريال في حسابي يقول قلت له يومه طب كلمي إخواني فلان وفلان ساكنين معنا بنفس البيت كلميهم يسددون قالت كلمة عجيبة قالت أنا والله ما أمون إلا عليك ما أمون عليهم يا سعدك إذا صارت أمك تمون عليك ترى في بعض الأمهات تمون على عيانها وبعضهم لا تخاف منهم لأنه لا عطاها العطية هذا صحيح؟ وبعضهم تقول هات اللي في مخباتك ولا عليها ليه؟ لأن وصلوا إلى درجة من الحب تخليها تمون عليها أنتم كذا يا شباب حاولوا تكونوا كذا لأن هذا هو البر مو بالبر أنك تنتظر تطلب البر أنك ما تخليها تطلب أصلا تفكر فيها قبل ما تطلب قال هذا الشاب شوفي يما حاولي بالعيان والله ما معلنا خمسمة يار وحنا باقي على الراهة كم يوم وهذه يعني مصروفنا قالت خير إن شاء الله اللي تشوفي يا ولدي طلع على الولد يقول أبد ركبت سيارتي وطلعت على ركبت ركبت الخطة الداري يقول لك قلت أهوجس مع نفسي قلت حين أنا لو جان ضيف روح تتسلف علشان نعشيه ولا غدي وهذه أمي تقول أسدد وأتردد يقول وأنا أرجع يقول يوم دخلت البيت ويوم شافت يقول والله وتقعد تبكي قالت والله من دائره قلبك ما راح يطاوعك لكن يا ولدي ما نمعطيك قال لا هاتيا ويوم أخذ الفاتورة انتبهوا ما قال هاتيا الله يعين ما فيه إلا أنا ويثم يخرب العطية قال هاتيا وبيض الله وجهت عطي الراسة بس ويبشر يوم يمتي يبيحلها الله ويبيفرجها الله ووسع صدر أمه ما خلى أمه يضيك صدرها وراح وسدد يقولوا قعدت والله ما معولا يقسم بالله ما مضى عليها 24 ساعة إلا واحد من المشايخ وهم قاعدين يتعشون في مطعم ماريز بعد هذا يقول كنا نتعش هناك معزوب يقول ما عرفت أكل تذكر يوم من زيناك يقول جاسم معهم يقولوا للشيخ شلتفت لي قال أبو فلان مش أخبار الدين قال الله بشرك بزود كل ماله يزيد عيلا ينقص يقولوا يطلع شيك والله يكتب لي خمسين ألف ريال والله العظيم يقول أنا أخذ الشيك وأطير من لحظتي الساعة أهداش في الليل أم ينامه يقول وطق الباب وتفتح لهم الباب وشك بسم الله عليك قال الله سامحتي أمه قالت وش العلم كان ما صارت الفاتورالف ريال قال خمسمية جابت خمسين لو هي ألف كان صارت مئة ألف ولذلك ما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه فما بالك إذا صار مع أمك ولا مع أبوك فيأخواني تعاملوا مع الروح ترى الروح حلوة ورب يحبها اكرموها يكرمكم الله ارحموها يرحمكم الله عزوها يعزكم الله أهينوها لن تجدوا من الله إلا ما فعلتم أهينوها لن تجدوا من الله إلا ما فعلتم اشتركوا في القناة